قام رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بزيارة إلى واحة سيواء هي الأولى لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات تهدف الزيارة لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بسيواء وأتفقد رئيس الوزراء مكونات مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بالواحة مؤكدا أن المشروع يوجد حلولا جذرية لمشكلة عانت منها الواحة لعقود بما يدفع خطط تنميتها كما وجه رئيس الوزراء بدرورة أن يواكب المنخفض الذي سيستقبل مياه الصرف الزراعي خارج الواحة التوسعات المستقبلية مع إمداد أعمال التنمية والتقى رئيس الوزراء بكبار مشايخ واحة سيواء الذين أعربوا عن تقديرهم لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل مشكلات وتلبية مطالب الواحة التي لم يلتفت لها أحد العقود